في إنجاز دولي جديد يضاف إلى سجل مملكة البحرين أعلنت منظمة الصحة العالمية المنام مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط في حفل افتراضي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وبهذه المناسبة أشارت سعادة وزيرة الصحة في كلمتها خلال الحفل بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك أهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ونويهة بالتوجيهات السديدة من لدني صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله في تكثيف الجهود الرامية لتحقيق حاضر ومستقبل أفضل لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين الأمر الذي جعل المنامة تحقيق لقب مدينة صحية والذي يعد أحد أهم البرامج الوقائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية حيث يسهم في تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة ويرسق المكانة العالمية لمملكتنا الغالية بدوره أكد محافظ محافظة العاصمة أن هذا الإنجاز الدولي يترجم حرص البحرين على الاستثمار في البنية التحتية والصحية والتنموية الحضرية والارتقاب بجودة الحياة لافتا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لشراكة حقيقية بين محافظة العاصمة ووزارة الصحة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأهلي من خلال مبادرات وبرامج كمشروع العاصمة الخضراء ووثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي واسبوع المنامة لريادة الأعمال ترجمة نانسي قنقر